نزحنا أول نزحنا في عمارة العظم وبعدها أجل صاحب العمارة خرجنا نحن أقن في الخيام مونة زايد من شواهد الطفولة العديدة على قسوة الحرب نزحت مونة من مديرية الوازعية إلى الغرب من محافظة تعز حيث دارت حرب طويلة هناك كان نصيبها ونصيب عائلتها الحد الأدنى من متطلبات العيش في مخيم يفتقد إلى ضرورة الحياة في حدها الأدنى إنه مخيم الشعب في محافظة عدن ما يعيشه أطفال العالم واقعا هو بالنسبة لمونة أحلام صعبة التحقيق على الأقل في هذه المرحلة وفي هذه الظروف السيئة جدا أو لنقل غير مهاتية نستيقن في البلاد لا يوجد حمامة لا يوجد أمطار حتى لو أقول أمطار معنا بيوت تمام مضطلين الآن هذه البيوت يدخل في بنا الأمطار ما نعرفش يعني لعاب ما نعرف نام في بهم وطنتمون نفسها على العيش فترة لا سقف لها على ما يبدو في هذا المخيم فهي تعيش حياة مثقلة بالمتاعب فالمخيم بإمكانياته المتواضعة يشكل عنوانا لفشل كل التدخلات الإغاثية والإنسانية للحكومة وللمنظمات الدولية كذلك وبالأخص لمن احتكروا مشهد العمل الإنساني لسنوات في هذه المدينة وصرفوا جزءا من ذلك العمل للدعاية والإعلان لا شيء يرحب بالطفلة مونة زايد أو عائلتها وغيرهم من نازحية الحرب هنا فقد زرعت هذه الحرب ما يكفي من الضغاء لتتحول هذه المحطة البائسة إلى فصل قاسم من حياة الطفلة مونة زايد وعائلتها جاء كايس بن خالي قابلنا الخضرة الآن برح ساعد أمي بقطع معها الخضرة كل شيء يجب أن نتنظف حتى نحن نفسنا من فيروس كورونا قبل عدة أسابيع كانت الطفلة مونة زايد نجمة حملة توعية بخصوص وباء كورونا تبنتها اليونسيف التي تتواجد بصورة رمزية في مخيم الشعب المأوى المؤقت لمونة وعائلتها لكن الأمور مضت بشكل سيء في هذا المخيم الذي حاصره وباء كورونا وحاصرته الأوبئة الأخرى وفوقها جميعا شضف العيش وبؤس الحال أصيبت عائلة مونة كلها بالوباء ونجت هي لتعيش على أمل بأن ترى العافية تدب مجددا في عائلتها التي تلقي عليها أحمالا أثقلتها الحرب ونقصت طفولتها ورهنتها لأكثر الاحتمالات سوءا يمكن أن تواجهها طفلة في فئتها العمرية الغضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر